استقبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آلين هيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بقصره في البطين اليوم جزيف موسكات رئيس وزراء جمهورية مالطا والوفد المرافق له وتطرق اللقاء إلى بحث علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها وتنوع مساراتها بما يخدم أهداف التنمية في الدولتين وكيفية توثيق الروابط الاقتصادية القوية التي تجمع بين الإمارات ومالطا واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم في إتاحة المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدولتين لعقد شراكات جديدة بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر